اشتركوا في القناة اسعار من سنتين ونص تقريبا في الانظار كانت على بيانات التوظيف الامريكية وشهادة جيرون بول واجتماع الأوبك وكمان الكل كان بتابع اكيد تطورات حزمة التحفيز الامريكية لانه الها كان تأثير كتير كبير على الاسواق شهادة المحافظة او شهادة محافظة الفيدرالي الامريكي جيرون بول استمرت ليومين طبعا تحدث فيها عن ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم النقدي والمالي للاقتصاد الامريكي بهدف طبعا التعافي من اضرار فيروس كورونا بول ذكر انه الاقتصاد الامريكي بتعافى بوتيرة جيدة وافضل من المتوقع بس الخطر لسه موجود خاصة بسبب ارتفاع طبعا اعداد الاصابات في امريكا اللي بدوره طبعا خلى النظر المستقبلية والتوقعات فيها نوع من الضبابية اذا ما قلنا طبعا سلبية اما بالنسبة لحزمة التحفيز حزمة التحفيز بايدن حكى عنها انه المفاوضات حول حزمة التحفيز بنحو 900 مليار دولار رح يكون اشي كويس طبعا مع انه حزمة التحفيز بنحو 900 مليار دولار خلينا نحكي انه ما رح تكون كافية بس خلينا نحكي انه نوعا ما كبداية قبل ما يتم يعني خلينا نحكي قبل ما يتم اصدار اللقاح فممكن تكون نوعا ما كبداية طيبة من جو بايدن اللي طبعا فيه اخبار انه انصر ترامب بالكونغرس رح يوقفوا تمرير هذا المشروع طبعا فخلينا دائما لازم نكون على نظرة مع انه الاخبار الاخيرة انه فيها نوع من الايجابية للتمرير بالنسبة لاجتماع الاوبك اتفق تحالف اوبك بلس يوم الخميس على زيادة معدلات انتاج النفط الخام بداية من يناير المقبل قرروا طبعا زيادة انتاج النفط الخام بنحو نصف مليون دولار او نصف مليون برميل فالانتاج طبعا رح يرتفع من 7.2 مليون برميل يوميا لحوالي 7.7 مليون برميل خلينا نحكي هلأ على احداث الاسبوع القادم اللي هي نوعا ما قليلة بس طبعا فيه احداث مش موجودة على الكالندر لازم نتابعها عشان نعرف التحركات المصحوبة لهاي القرارات او هاي الاجتماعات عندنا يوم اتنين قراءة مؤشر مديري المشتريات الكندي في شهر نوفمبر طبعا اللي هو غالبا رح يكون او رح يحمل نوع من الحركة الخفيفة على الاسواق بذات للدولار الكندي يوم الاربع طبعا عندنا قرار سعر الفائدة للبنك الكندي المتوقع تثبيته طبعا عند روبيع نقطة اساس طبعا البيان مصاحب رح يكون للقرار اللي ممكن يكشف نوايا البنك في قدم اجتماعات واللي ممكن يكون اهم حتى من قرار سعر الفائدة اللي اتوقع طبعا انه بنك كندي رح يثبت سعر الفائدة وما رح يغير اشي عن برنامج شراء السندات خاصة انه بيانات التوظيف اللي اجت يوم الجمعة كانت هي احسن من المتوقع فلذلك رح يكون البنك المركزي الكندي بحالة توقف رح يحكي انه اوكي الوضع تقريبا مستقر نوعا ما بما انه بيانات التوظيف اجت احسن فرح يكون سعر الفائدة تحت الانظار مع تثبيته طبعا في الاجتماع القادم يوم الخميس رح يكون عنا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاوروبي طبعا متوقع تثبيته عنده الصفر والمؤتمر الصحفي طبعا لرئيس البنك المركزي الاوروبي رح يتبعه فاتوقع انه يضيف البنك المركزي الاوروبي برنامج شراء سندات بين 400 ل 500 مليار يورو ورح يستمر حتى نهاية عام 2021 طبعا كالعادة رح يذكر نفس السينفونية انه ممكن يخف الفائدة في الاجتماعات القادمة لو قضت الحاجة لا ننسى انه البنك المركزي مش رح يعجبوا سعر اليورو مقابل الدولار طبعا بأعلى من مستويات 1.2 فخلونا نراقب حتى اي قرار جديد اللي ممكن يوصل طبعا لتخفيض الفائدة بأي وقت مع انه مستبعد نوعا ما في الاجتماع القادم انا اتوقع في هذا الاجتماع رح يكون ممكن يكون رفع قيمة برنامج شراء السندات اكتر من خفض الفائدة في هذا الاجتماع ومن امريكا عندنا مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي ومؤشر اسعار المستهلكين الشهري اما يوم الجمعة فعنا مؤشر اسعار المنتجين الشهري طبعا خلينا نحكي انه الاهم من كل تقريبا البيانات في عنا خاصة لمتابعين تداولات الجنيه الاسترليني الكل بينتظر اخبار عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي طبعا التفاول خلينا نحكي انه موجود بس يعني فيه شوية امور لازم يتم الختم عليها بالاوكي عشان تمشي الامور دحو الصفقة وهذا الاشي طبعا اللي تعودنا عليه بالفترة الاخيرة من بريطانيا والاتحاد الاوروبي واخر اشي ما بتمشي الصفقة خلينا نحكي انه حاليا فيه جو متفائل نوعا ما بس فيه نقطتين اللي هما يعني ممكن يكونوا عائق نوعا ما بالنسبة لاتمام الصفقة اللي هي الوصول لمياه الصيد والحوكمة على الصفقة فكالعادي عندنا مواعيد جديدة وعلى ذمتهم هي نهايتها طبعا فالموعد النهائي هالمرة بهذا الاسبوع رح يكون 10 و11 ديسمبر فممكن نسمع خبر فاكيد رح يحاول جونسون من المملكة المتحدة وفوندير لين من الاتحاد الاوروبي انه ينهي الامور سواء الصفقة تمت او ما تمت رح يكون دافع للجنال السترليني اللي عمل حركة قوية طبعا طبعا اجتماع الاتحاد الاوروبي اللي رح يتم فيه اتمام الصفقة مش بس صفقة خروج بريطانيا هي المهم عندنا مشكلة تانية اللي هي اقناع بولندا والمجر بالموافقة على الميزانية اللي بتتضمن 750 مليار دولار للتحفيز حتى الان بولندا والمجر راك بين راسهم التنتين وبقولك انه رح يستمروا في استخدام حق النقد ضد ميزانية السبع سنوات بينما خلينا نحكي انه اخبار اللقاح برضو هي يعني مهمة في الاسواق ورح يكون لها تأثير كتير كبير فاخر الاخبار ان اللقاحات رح تتوفر بنهاية عام 2020 ومع الاخبار اللي طلعت من فايزر على انه بواجه مشكلة في المواد الخام بس خلينا نقول انه لحد هلأ التفاؤل لسه مستمر وهذا طبعا اللي ترجمته الاسهم على الحركة السعرية زي ما احنا شفنا انه الداو جونز ظلوا فوق 30 ألف نقطة في نهاية الأسبوع المملكة المتحدة ذكرت انه رح تعطي اللقاح من بيونتك وفايزر اللي بتزيد حتى للأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 85 عام واللي بيشتغلوا حتى في الخطوط الأمامية ننتقل للتحليل الفني الآن نبدأ مع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي طبعا اليورو مقابل الدولار الأمريكي أغلق الجلسة الأسبوعية على إيجابية اللي هي الأسبوع الثالث على التوالي اللي أغلق بشكل إيجابي أعلى مستويات الواحد فاصل عشرين عشرة اللي تعتبر مستوى دعم قوي حاليا وخلينا نزيد عليها انه المنطقة السعرية واحد عشرين عشرة لواحد تسعة عشرين عشرين تعتبر مستويات دعم جيدة ومنطقة سعرية جيدة بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي طبعا أتوقع لحده لا لسه الهدف قائم الـ 1.2270 بشرط طبعا التداول أعلى 1.1940 لكن خلينا نقول حاليا بعد إغلاقات يوم الجمعة نوعا ما في عنا شمعة الانعكاسية اللي هي تعتبر شمعة ممكن تعطينا نوع من الهبوط بالنسبة لليورو مقابل الدولار الشمعة الانعكاسية اللي هي الشوتينج ستار أو بالعربية اللي هي شهاب ساقط ممكن تعطينا هبوط واختبار المنطقة السعرية لـ 1.20-1.1940 طبعا هذا ممكن يأكده فريم الأربع ساعات إذا طلعنا عليه اللي هو نحن حاليا عم نتداول داخل قناة سعرية صاعدة ممكن نشوف مع استمرار طبعا التداول أدنى الحد العلوي للقناة ممكن نروح نختبر المستويات الحد السفلي لليورو طبعا مع الكسر رح نحكي على السيناريو تاني السيناريو هبوطي أكتر لليورو مقابل الدولار لكن مبدئيا خلينا نحكي أنه في عنا حركة سعرية هابطة احتمالية حركة سعرية هابطة لا الحد الأسفل أو الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة اللي هي حوالين 1.20 كهدف أول ثم 1.19.40 بعدين ممكن نشوف الحركة السعرية الصعودية واستمرار الصعود نحو 1.22.70 بالنسبة لليورو ننتقل هلأ للباوند أو الجنيه السترليني طبعا الجنيه السترليني حاليا الشمعة الشهرية طبعا شبعا شهر 12 معروفة كحركة سعرية احتمالية الحركة السعرية أنه تكون الفوليوم فيها عالي ومرتفع بسبب إغلاقات سنوية الإغلاق الشهري رح يكون كتير مهم بالنسبة للباوند اللي هو عم بيتداول عند الترند السعري الهابط اللي هو ممتد من الفترة السعرية 2007 من القمة 2007 طبعا صرنا مشكلين واحدة تنتين وهي التالت اللي موجودة عنا في احتمالية اختراقها طبعا احتمالية اختراقها رح نحكي على مستهدفات سعرية أعلى جدا أعلى مستهدفات سعرية صاعدة بالنسبة لباوند مقابل الدولار مبدئيا خلينا نحكي أنه نفس الإغلاق بالنسبة لليورو تقريبا عنا شوتينج ستار موجودة عنا الشوتينج ستار اللي تشكلت أعطت امكانية تشكيل دايفيرجنس سلبي بالنسبة للباوند فاحتمالية الهبوط وتشكيل حركة سعرية لا اختبار للترند الصاعد على اليومي وارد جدا وهو الهبوط لو يعني نحو تقريبا 31.70 بالنسبة للباوند ممكنة جدا بشرط طبعا استمرارية التداول أدنى القمة السعرية المشكلة يوم الجمعة ننتقل للأسترالي طبعا الأسترالي حاليا عنده زخم صعودي من تقريبا من شهر مارتش يعني هو واحد من الأزواج اللي استفادت من جائحة كورونا بشكل جيد تقريبا 1900 نقطة لحتى الآن سجلها الأسترالي مقابل الدولار كارتفاعات حاليا عم نحكي على أسعار بالنسبة للأسترالي مقابل الدولار بس إذا طلعنا عليه فنيا بالنسبة لفايبوناتشي ما احترم أبدا المستويات يعني شوفوا عدة إغلاقات تمت أعلى وأسفل الأسترالي مقابل الدولار فحتى مستويات الواحد وستين فاصلة تمانية إذا شفنا فيها عدة مرات تم الإغلاق أدناها وأعلاها بالنسبة للويكلي فريم تايم بالنسبة للحركة السعرية على النطاق الأسبوعي إذا طلعنا بالنسبة للأسترالي في عنا على الأربع ساعات فأنا بفضل إذا مثلا بدنا ناخده كتصحيح للأسترالي بفضل أن نشوف كسر مستويات الخط الاتجاه الصاعد يعني حوالين 73-75 كسرها كسرها ممكن يعطينا كمستهدفات أولى متوسطة وهي 73-40 بعدين في عنا مستويات 72-60 كمستهدفات بالنسبة للأسترالي مقابل الدولار طبعا للتنويه أنه كخط الاتجاه يعتبر ضعيف شوي بسبب المحاور أو الركائز اللي تم بنائها يعني زي ما شايفين المحور الثاني ضعيف نوعا ما تم اختباره أكتر من مرة فمش جيد نوعا ما وكحركة سعرية زي ما انتوا شايفين بين الركيز الأولى والركيز الثاني الركيز الثالث احتماله تكون أقرب زمنيا بين الركيزتين فنوعا ما ضعيف لكن كفرصة قائمة جدا طبعا كوقف خسارة ممكن يحطه إذا تم الكسر كوقف خسارة ممكن يكون حوالي 74-35 بالنسبة للأسترالي ويحتاج متابعة طبعا لأنه الإغلاقات بترتفع بشكل دوري لأنه الدعم اللي رح يتم كسره يعتبر دعم متحرك فلذلك الإغلاقات رح تكون متحركة بالنسبة للأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ننتقل للباوند مقابل نيوزلندي الباوند مقابل نيوزلندي بس أخذت عنه تشارت واحد أو فريم واحد اللي هو الفريم الشهري نوعا ما خلينا نحكي أنه عم بيداول الباوند أسفل القناة السعرية الصاعدة أسفل القناة السعرية الصاعدة تم الكسر الاختبار تم بنهاية الأسبوع الماضي نوعا ما يعني منحكي أنه فيها فيها مخاطرة لأن الباوند مقابل نيوزلندي طبعا حركته سعرية كتير سريعة جدا فاحتمالية خلينا نقول أنه كإمكانية تشكيل هبوط لمستويات 82-85 واردة بالنسبة للباوند مقابل نيوزلندي بشرط أنه ما نشوف التداولات الواحد فاصلة 93 بالنسبة للباوند مقابل نيوزلندي ننتقل للدهب الحركة السعرية بالنسبة للدهب حاليا متفقين أنه هو داخل قناة سعرية هابطة وعم بواجه حاليا مقاومة سعرية ممتازة جدا عند مستويات الـ 1850 دولار للأنصة عن نفسي بفضل نراقب الحركة السعرية للدهب الإغلاقات السعرية بالنسبة لله اليومي أعلى مستويات الـ 1850 ممكن نحن رح نتجه للـ 1925 اختبار الحد العلوي بالنسبة للقناة السعرية الهابطة اختراق الـ 1925 رح نحكي على مستهدفات أعلى بالنسبة للدهب بتبدأ من الـ 2000 طبعا لكن الدهب حاليا شايفه أنه يحتاج المتابعة بالنسبة لأي حركة دخول أول نعيدك مرة أول دخول بعد اختراق مستويات المقاومة اللي هي 1850 إغلاق يومي نستهدف مستويات الـ 1925 بعد الـ 1925 تم الاختراق رح نحكي عن مستهدفات الـ 2000 طبعا كل اختراق يحتاج إغلاق واضح وصريح بالنسبة للدهب إغلاق صريح يومي طبعا فريم الأربع ساعات بالنسبة للدهب يعني زي ما أنتم شايفين الحركة السعرية للدهب الحركة زيجزاج وحركة كتير قوية بالفترة الأخيرة للدهب آخر تحليل معانا اليوم اللي هو الإثيريوم بالنسبة لمتابعين لكريبتو طبعا طلع الخطمي طلع الخطمي لكتير بالنسبة للإثيريوم عندنا تداولات العملة الرقمية بتتداول داخل مثلث عن نفسي بفضل اختراق المثلث اختراق الحد العلوي لبناء عمليات شراء بالنسبة للإثيريوم لاستهداف مستويات 750 دولار نستنى الاختراق لـ 1620 لبناء مستويات شرائية لاستهداف 750 دولار للإثيريوم هيك منكون هنا التحليل بتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم ما تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو طبعا مستمرين بعرض حلقات يلا اقتصاد حلقة أسبوعيا ورح نضيف عليها سلسلة التحليل كأسبوع إن شاء الله كل أسبوع إذا الله أعطانا العمر إن شاء الله بتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم أي سؤال بالنسبة لأزواج تحليلات أزواج في أسواق المال بتمنى أنكم تحطوا لي كومنت أسفل القناة وأنا إن شاء الله بتحليل الأسبوع القادم بكون أو بجاوب عليه بإذن الله تعالى ألقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته